السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليوم تفسير اسم ضحى في المنام فتابع معنا اسم ضحى في المنام هو من الرؤى التي تدل على التقرب من الله والتوبة والبعد عن المعاصي والزنوب والخلق الطيب كما رؤية اسم ضحى في المنام هي دلالة على الخير والسعادة والرقي وهي دلالة على تحسن الأوضاع والأحوال والخروج من القرب رؤية فتاة اسمها ضحى في المنام للشاب الأعزب هي دليل على أنه سوف يقترب من فتاة جميلة وسيتم زواجه في القريب العجل دلالة اسم ضحى في المنام هي إشارة بحدوث تغيرات أفضل للرأي وهو دليل على الصحة البدنية والجيدة والخلاص من المرض للرجل تفسير اسم ضحى في المنام للعزباء اسم ضحى في منام العزباء هو دليل على أنها سوف تتخطى مشاكلها ومتاعبها وستخرج من حالة الحزن والقرب التي تعيشها رؤية اسم ضحى في المنام للعزباء يدل على الوضوح والشخصية الظاهرة التي لها مكانتها بين الناس والأصدقاء والأقارب كما تشير رؤية امرأة اسمها ضحى بالمنام للبنت تدل على اقتراب خطبتها وزواجها من شخص حسن الخلق طيب ومتدين في القريب العاجل تفسير اسم ضحى في المنام للمتزوجة رؤية اسم ضحى في المنام للمتزوجة يدل على تحسن الأوضاع والتمتع بحياة زوجية هادئة ومستقرة وخالية من جميع المشاكل والعراقيل يدل رؤية اسم ضحى في المنام للمرأة على التضحية والإخلاص والمحبة والشعور الجميل المتبادل بينها وبين زوجها وصلاح أحولهم كما أن رؤية فتاة اسمها ضحى في المنام وكانت تبتسم هي بشارة برزقها القريب بالحمل وأن الله سينعم عليها بخيرا ونعما كبيرا تفسير حلم اسم ضحى في المنام للحامل اسم ضحى في المنام للحامل هي من الأسماء المستحبة رؤيتها بشكل عام خصوصا في بداية الحمل فهي تدل على رزقها مولود زكر أما في حالة رؤية اسم ضحى في نهاية أيام الحمل في المنام فهي دلالة على أنها سوف ترزق بمولودة أنسة ستكون مثالا في الجمال والخلق الطيب تفسير اسم ضحى في المنام للرجل رؤية اسم ضحى في المنام للرجل هي دل على التضحية في العمل والرقي في المراكز وحصول الرأي على كثيرا من الأشياء النافعة كما تشير رؤية اسم ضحى في المنام للشاب الأعزب هي بشرة خير ودليل على أنه سوف يكتمع بفتاة جميلة ستكون زوجة صالحة رؤية اسم ضحى في العموم هي بشارة بالخير والسعادة وكسرة الأشياء الجميلة التي ستحيط بحياة الرأي القادمة وخلاص من همومه وأحزانه على خير وسلامة بإذن الله وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر